السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم بدني نيجي نحل مشكلة اللي هي لما أنت تيجي تفرمت الجهاز مثلا تعمله استعادة ضبط مصنع تعمله فورمات سواء من أو من دوق من جوه الجهاز وإنت تكون حاطة حساب شاومي أو حساب مي بعد هيك إذا ما عملتش إزال إذا حساب المي بيعمل لك أنه الجهاز مقفل لازم أدخل الحساب المي والرقم السري أو يعني ادخل الرقم السري لو واجينا في خيارين ممكن تفتح واي فاي وممكن هنا أدخل الرقم السري أو لا له الحساب زي ما أنت شاهدين بيحط لك الرقم الجزء من الرقم فإذا أنت حاوز الرقم السري بيفتح الجهاز مش حافظ الرقم السري ما بيفتح الجهاز فلذلك إنت الآن تحتاج أنك تفتحه لو كنت منتاص stunning فبالتالي في طريقة سهلة جدا ممكن إحنا نعملها علشان نطلع الرقم السري الطريقة كالتالي بنجي نجيب جهاز تاني جهاز اخر بنروح بنجيب جهاز تاني اي جهاز جهاز صاحبك جهاز ابوك جهاز امك اي جهاز في البيت وباجي على جوجل كروم وبحط هنا عندي اه بطلعش بالدعم اي دي ضت ام اي بعد ما تحط اي دي ضت ام اي ضت كوم هذا اللي انا بدي هيا وطلع لحاله وبنقر عليه هيك والان هيفتح معي هاي وبيفتح ونشوف وين ودينا فاتحت معاي الصفحة هادي حطه هنا اكسب ماشي اكسب فاتحت معاي الصفحة هادي اذا انت عايز مش فهم منها بالانجليزي بتنقر على التلات نقاط هانا وبتقول له هانا كلمة ترجمة وبيعمل لك ترانزليت خليها نجي نشوف شو Goodnight هو بقول لك هنا ان بدك تحط هنا يا الايميل يا رقم التلفون يا حساب الشاومي اللي عندك وانت بيكون عندك اللي هو الجهاز فيه شريحة والشريعة هذه موجودة في الجهاز باجه هنا تحوط رقم اللي هو هنا تحوط رقم جهاز الشريحة رغم الخط اللي عندك وبيدت حوط اللي هو الجهاز الا حساب اللي هو الحساب وأشوف لو حطيت هنا الحساب وجيت حطيت الرقم السري أنت أصلاً مش عارف الرقم السري فابدتي هنا فيه هنا عندك اللي هو نسيت الباسورد تمام الآن بده نقر على الآن بده ينقلني أشوف وين يوديني هايه قاعد بعمل عملية بحس هايه اللي بدنا إياه تمام هاي الخط اللي بدنا إياه نعمل عملية للباسورد علشان نقدر ندخل على الجهاز إنتر إيميل أور فون اللي هو رقم الإيميل أو رقم التليفون هنا فيه عندك خيارات خيار التليفون أو الإيميل أو المي أكاونت أو حساب الشاوم اللي عندك المي أكاونت أنا مثلاً عارف رقم التليفون بده أجي الآن إيش أعمل بده أحط رقم التليفون هنا والشريحة للخط اللي موجود هنا فيه خط هنا موجود بده أشيله وعلشان أستقبل منه رسالة فيه رسالة هاتنبعت خلينا نجي نشوف الشي الرسالة هاتنبعت وكيف بدنا نعمل الآن؟ هيني الآن شلت الخط من هنا وهيني noriebau ظهرته في الجهاز اللي بしゃتد عليه. بدي أضhouse له داخلي الجهاز. هنا أنا حطيت الخط داخلي هذا الجهاز. Energii الان هي المقدمة الدولية لدولتي. بدأ الآن المقدمة из لديه مقدمة 2772 و ie.. مقدمة ثانية 90000 ما علينا الآن بدي أجي أحط رقم الموبايل. بدي أكمل الآن رقم الموبايل وشوف انا كملت رقم موبايل اجي الان بدي اجي على تمام هيو تمام هيبعت لي الان بقول لي انا بقول له الان انا لست روبوت بقول لك اختار اللي هو الصورة. الان بقى ما خلصنا بيقول لي بدي ارسل رسالة على اللي هو هذا الرقم علشان نشوف ونتأكد من هذه المعلومات ونقول له تمام. الان فيه رقم هيبعته هيصال عندي. تمام. هاي الرقم وصل. باجي احط الرقم اللي اللي بعتلي اياه. خلينجي نشوفه. وهي رقم الرسائل الوصل اللي هو عندك اللي هو الرقم تلاتمية وخمسة وعشرين اربعمية اتنين وسبعين. بعد تماما ارسلوا لي للكود. الان بقول لك انا بدك تحط الرقم السري اللي بدك اياه انت تحط الرقم السري وتعيده كمان مرة علشان احنا ناكد الكلام اللي عنا ونشوف ايش الان. خلينا نضع رقم السري ونشوف. حطيت هاني رقم السري واعدته كمان مرة وودة اقول له اوكي. لا انا في خطأ نشوف في خطأ يمكن. تمام هيقولنا الاوكي هيقول تمام بس كان في خطأ معين. هل تريد حفظها بدك تحفظها طبعا انا مش هحفظها مسلا هان ما بدك تحفظها. تقول له مطلقا. الان عملنا الرقم السري جديد وعملنا الرس لرقم السري. بنيجي لجهاز التاني. خلينا هذا خلصنا منه ونقول له الجهاز هذا يعطيك العافية. ومنشيل منه الشريحة لصاحبنا ومنقول له خلصنا الموضوع. بنيجي هنا. ونحط الباسورد الجديد اللي احنا عملناه. خلينا نحطه. قبل ما نحطه بدنا نعمل عملية فتح الواي فاي. خلنا نفتح الواي فاي. فتحنا الواي فاي. وحطينا الرقم السري. اي جهاز معنا فتح. الان بتجد تعمل اعدادات الجهاز. ووضع باتمنى يكون الفيديو اعجبكو. والى اللقاء في فيديو جديد. نتمنى انه طبعا بعد هيك انت بتتم تحط دولتك وتحط كل امورك. كل امورك وبتمشي جهازك بكون جهازك جديد. لان انت اصلا عملت له فرمات او اي حاجة. يعني انت بكون جهازك حماية للجهاز عشان من السريقات ومن اي حاجة. لايك واشتراك وفعل جرس شاني يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. اشتركوا في القناة